اشتركوا في القناة اطلقتوا الى ماذا يعود الاكيد وانو انا كاعلامي كصحفي وحتى كمواطن نقول وانو القيادة داخل الجبهة الشعبية غير راضية على اداء السيد الحبيب السيد كرئيس حكومة وكذلك على الفريق امتاو فيما تتمثل اهم لريزارف هذه شكرا لك هو بالنسبة لي معناها على الجبهة الشعبية وان تعد نفسها الى الحكم هو مفماش حزب سياسي في معناها منظومة الديمقراطية التمثيلية ومنظومة يعني العمل الديمقراطي والعمل السياسي اللي يقوم على التنافس الانتخابي وعلى اساس معناها احترام مبدأ التداول السلمي على السلطة ما يطرحش لروحه وان يكون في الحكم ان يكون في السلطة بشكل ادك وطبعا في هذا نحن عليش نقولوها لانه اليوم ظهر وانه ملامح الطريق والافق معناها القادم لتونس بدأت معناها ترسم بدأت ترسم على اساس شنية على اساس ما هو واقعي وما هو يعني تاريخي كذلك اش فيه هذا فيها معطيات اساسية اللي فيها احزاب الحزاب اللي تحكم الان منهم حزب اللي حكم اللي هو حركة النار مع الترويكا وطبعا الفشل المتاعه كان ذريع في ادارته لدولي بالدولة في الحكمه في معناها عدم وجود كفاءات اللي قادرة تدير شؤون الدولة وتوجد الحلول الكفيلة لتونس بعد الثورة خاصة وانه جاء بعد مباشرة بعد معناها يعني الفين وحداش الانتخابات صارت في اكتوبر الفين وحداش ثورة الحرية وكرامة جام في الفين وحداش بمعنى وانه كان النجم يكون معناها فرضية يعني نظرية الحزب اللي بشي جي بعد الثورة يكون حزب الثوري قادر على تحقيق مطالب الناس ويمضي رأسا إلى تحقيق معناها اصلاحات جذرية عميقة اللي تعطي الامل للتونسة حتى وانه ما تكونش معناها في وقتها يعني تحقق المطالب وترضي الناس الكل لكن تعطي الافق وتعطي الامل وتعطي ملامح وانه هناك حل وتواجه نحو معناها ايجاد حلول التونسة اذا كانت تجربة لهذا الحزب حزب النهضة في اطار الترويكا حزب معناها يعني تجربة فاشلة بامتياز بالطبع كم يقول وطبعا جروا راعها فشل زوز احزاب اخرين اللي هما المؤتمر من الاججمهورية والتكتر وانتم اريدوا حتى نتائجهم الانتخابية كانت معناها نتائج هزيرة وهزيرة جدا حزب عنده ثلاثة يعني مكاعد وحزب اخر مش موجود تماما في المشهد وافرز طبعا الانتخابات هذي وجود حركة النهضة مرة اخرى في المشهد السياسي بمعناها يعني عدد محترم معناها من الواب وكذلك النيداء تونس اللي هو الحزب معناها الاول في كذا وطبعا هذه النتائج اعطات تركيبة للحكومة وعطات معناها تركيبة اعتلاف برلماني اللي ينبثق عليه معناها تشكل وتشكيل معناها الحكومة اللي اتضح وان هؤلاء ما هومش حاملين لمشروع كذلك ما عندهمش مشروع معناها يناجم يكتب بعض حاجات يكتب زي هنا باهية شفت انا قريت كتاب نداء فيما يتعلق ببرنامجة من الاقتصاد الاجتماعي وكذا فيها برشة حاجات فهمت متاسي محمود برمضان ومجموعة وكذا فيها حاجات باهية محترمة لكن في نهاية مطاف معناها حبر على ورقك ويش تبقى كذلك لانهم ما هومش اصحاب مشروع فعلي حقيق تونس علش ما هومش اصحاب مشروع فعلي حقيق لانه اول شي ساعة الحزب هذية تشكل يعني في خضام معركة انتخابية ولم معناها يعني اطراف اللي ما عندهاش ما يجمحها في مستوى معناها الفكر السياسي بقولش العقيدة ولا الديولوجيا لكن في مستوى الفكر السياسي ومعناها افضل الى يعني تشكل حزب اللي في نهاية مطاف من الجمش يكون حامل للبرنامج اذاك حتى وان يحكيوا على البرنامج متاع الباجي Boston معدوش باجي مه مه بودوش برنامج وكنت استمحلي سلمونش معناها سمحني هيا الفكرة هذه معناها اساسية خدر طواب برشا يحكيوا نحن مع المنهاج السризين باجي ومعفهمت البارنامج الواحد و unconت trouver الأم algún هم عندُوش مشروع مه في نهاية المطاف نحن طالب وجarinaesp مشروع بورجيبة عنده مشروع مشروع الدولة الوطنية وبناها فهمت الله معناها مع يعني مجموعة اللي كانوا مشتركين في هذك وكان عنده معناها مشروع للتعليم وكان عنده مشروع اجتماعي فيما يتعلق معناها بالمرأة ودورها في المجتمع كان عنده مشروع فيما يتعلق معناها بالصحة كان عنده مشروع المدنية الدولة كان عنده مشروع العلاقة بجيرانه تقول دولا هذا عنده مشروع سيمونجي سمحني لازمني قاطعك الان علش. كتقول لي انت يا وانو حزب تونس ما عندوش برنامج مشروع سياسي ما عندوش اه معناها فكر بورقيبي بورقيبي لكن عندو مشروع وكان عندو نظرية او رؤية لبناء الدولة. يقول قال في وقت من الوقات سيراجة فرحات كنتو تتناقشو بعد مباشرة بعد الانتخابات مع حزب نيداء تونس على انكم يكون عادكم اقتلاف حكومي. بالتالي عادكم علاقات سياسية معه. هل انو فقتو به مخر ولا وقتا وكنتو عن مضض هذك شعطة الانتخابات واللعبة السياسية انكم تدخلوا معها فائتي لك. انا 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 نقول لك. معناها بشكل اه واضح وصريح. انا الى حد الان اتمنى الى حد الان اتمنى وانو نيداء تونس هذا الحزب ينجح. الى حد الان. اتوقع نقول لك علشي. نحبه ينجح على اساس شنيني? على اساس وان يكون حزب ديمقراطي مدني. الحزب اذا عنده اختيارات اللي تاخذ بان اعتبار وضع تونس وحاجة تونس لاصلاحات عميقة. تتعلق بعناوين كبرى في الاصلاحات هذي. وانا معناها يعني اه اتمنى ان يكون هذا الحزب في مستوى تعهوداته في ما يتعلق بالدولة المدنية. ما ينحرفش وما ينجرش ورا حزب النهضة اللي هو ما هوش حزب مدني. ونحنا نشوفه اللي تأثير حزب حركة النهضة الان في مجلس نواب الشعب كبير ياسر وهو الذي يجر نداء تونس الى مربع معناها عدم المدنية. واذا تشوف انت توا نعطيك نعطيك حاجة غريبة ظاهرة غريبة مثلا في تونس. كل مشاريع القوانين التي تقدم من الحكومات في العالم تلقاها مشاريع اللي تعبر على وجه نظر تلقاها يمام محافظة ولا يمينية وإلا موغلة معناها في ان تاخد مع اعتبار المصالح الحكومية ولا مصالح الدولة. يجي البرلمان وقت اللي يتقدم المشروع يجي البرلمان بشي عدلها بشي يلطف منها بشي عمل معناها بالواضيكة باتجاه اجتماعي ولا باتجاه اكثر في امتلاع محافظ على مسائل اساسية مثلا سيادة الدولة طابع الاجتماع للدولة هذه يحافظ عليه. القوانين التي قدمت داخل مجلس نواب الشعب تتقدمها الحكومة شيء. ومجلس نواب الشعبي اخر بها. يجيبها التالي. ما يقدمش بها. اللي هذي عكس ما يقع في كل معناها دول العالم. بمعنى وانه اليوم يعني فما اتجاه غالب. اللي هو اتجاه حركة النعضة. في مجلس نواب الشعب الاتجاه الغالب هو هذا. لانه فمتي الله معناها اول شيء يعني اه يعني اه تمكن من قدرته وانه منظم وتجربته كذا. ها? انه اه يكون موجود وحاضر في مقترحاته من ناحية من ناحية اخرى. انه يجر ها? الكتلة. انت عن نداء. الى ما يريد. وكان نشوفه نحن في مجلس عن القضاء. تراجعات الوقت. يعني بالنسبة للقانون اللي قدمت الحكومة كبيرة ياسر. باتجاه هو انه تفرغ السلطة القضائية وعدم الاعتراب بالسلطة القضائية. وعدم فمتي الله معناها التفريق ما بين السلطات والمسائل ذي. كلها فمتي الله معناها عشناها. المحكم الدستورية كذلك. معناها المعركة اللي خضناها هي معركة في متي الله. مسلمون. اذا الكتلة البرلمانية بتعني داء تونس هي ضعيفة. والنهضة قاعدة كيفاش تلعب بالاوراق وتضغط. تولي معاش مشكلة في اه نواب متاع النهضة. تولي في مشكلة ضعف الكتلة البرلمانية. هي. لن ايداء تونس اللي هي ضعيفة. طبعا مشكلة. لا مشكلة في النهضة في توجها. وضعف الكتلة البرلمانية الاخرى بشكون وعية بلزنجيو متاع الدولة المدنية يوم تاع الدولة الديمقراطية لأنه اليوم طبعا نعطيك مثلا ناخذ قانون المالية تعون في عدم دستورية معناها فصول كانت مسألة واضحة كانت فصول واضحة كانت معناها يعني قضايا واضحة اللي هي فيمتي معناها غير دستورية لكن فما معناها دفع على أنه فيمتي معناها تمشي الناس رغم كل شيء معنا عينيهم غمضة كما عملونا هذا في وقت الترويك في المجلس الوطني التاسيسي نفس الشي معناها نفس المنطق نفس المنطق الأغلبية نفس المنطق الدكتاتورية الأغلبية عاد قتلك في سمحني الفكرة ما كاملتهاش بديتها و هي مسألة الجبهة كيفاش معناها علاش تطرح على روحها لأنه اليوم اتضح وأنه الأفق ماهوش أفق حل مشاكل العامية كالتونس مفهماش لأنه القضايا الكبيرة المتعلقة بمقامة الفساد هي خارج اهتمام يعني الكتلة الأغلبية الكتلة الأغلبية وخارج كتل خارج اهتمام العمل الحكوم وخارج اهتمام العمل الرئاسي كذلك معناها القضايا متاع التنمية في مقامة البطالة في مقامة معناها التهميش في معناها إيجاد الأليات اللي يتمكن بالفعل من نهوض حقيقي وفعلي للجهات الداخلية اللي تحرمت مفهماش حتى توجه جدي إلى هذا كذلك معناها الإصلاحات اللي ممكن تقوم بها في كل قطاعات الفلاحة مثلا برا شوف الفلاحة الفلاح هتوه في متى اللى فلاح يطايش في الاحليب متاعه فلاح يطايش فياتم متاعه فلاح يطايش في البطاطة متاعه فلاح يطايش فيالدقلة متاعه حتى فالدقلة هو ... حتى فالدقلة مااناיה هذايا پى غياب استقاله فعلية وحقية للدولة و للحكومة فى ان تدخل كمعدل للسوق هاليوم فمى سوق خفما سوق حليب هكى ولا الحليب مى وفي سوق song وفماء المدخلين بارشا فيما الفلاح الصغير اللي فهمت الله عنده بقرة ولا ثنين والثلاثة ولا اربعة ولا خمسة فيما المجمع فيما وفهم المعمل الكبير فيما معناها المجمعات الكبار وكذا هذو ما كلهم معناها وحدهم الفوضى يعني منفمهاش حد شي ينظمهم وهذا السوق فيما معناها مسيب ما غير فيما لا رقيب ولا حسب وطلقى اخي طوال الفلاحة اللي ناس يحتاجوا يقولوا كيفاش هذوما يبزروا في الحليب يبزروا في الحليب وام بشي يقضوا فهمت الله هذه فهمت الله معناها بقرة حلبك حتى وفهمت الله معناها في بيدون مشابش وصله مرقاش بني ما قبلوش عليه شي يعمل كل شي يعمل شي ناجم يعمل معناها اليوم ناس تنتج وما عندهاش فهمت الله إمكانية وين تصرف يعني المنتوج متاح وموجودة المشاكل ويعرفوها وين بالضبط يعرفوها ومتعلقة بفساد متعلقة بعدم معناها يعني الإدراك بمنظومة السوق بمسالك التوزيع بالمنجين بالبارونات اللي يدخلوا في أنهم يفزدوا السوق نعطيك مثلا نعطي أعني أجزامبل وهذا يفهمت الله معناها باش يتوجه رأسا للناس معنيين نعطي أعني أجزامبل لكتو سيروهم أذي لكتو سيروهم أذي ماادة يستوردوها من تونس باش يحطوها يصنعوا بيها جبلنا وكذا بالنسبة لتونس في السوق متاعنا متنجمش يتكون أنت تحتاج مياه وتستورد ألف تسح مياه أخرى وين ماشي مش ممكن معناها توا أنت تنتج في جبن كمية معينة تحتاج الكمية هذي باش تستوردها وتصنع بيها الجبن تجمش تستورد لها ألف عليها الباقي اللي شنية الباقي باش عملوا بيها حليب آخر مخشوش باش يزيد يغرق السوق باش معناها البروديكتور معناها الأصلي اللي هو الفلاح الصغير معناها ما يلقاش روحه فينا الماء معناها اللي يغش واللي يخلط الحليب بالمادة هذية ويعمل الحليب مخشوش هو اللي يستثرة علاش لأنه هذا يتكلف له الحليب بثلاثمئة وثمانين فرنك ولا ثلاثمئة وخمسين ويبيحه بسبعمائة وستة وثلاثين ملي يربح برشة معناها فهم الفساد وين تمشي تلقاه وموجود يعرفوه هذا نحكي فيها أخينا بركة نعرفو الفلاح الكل يعرفو والدولة تعرفو والمدخلين كل يعرفوه لكن ما يدخلوش بشي حلو أمهات مشاك ونفس الشي بالنسبة البطاطة وبالنسبة الشي بالنسبة الطماطم وبالنسبة الشي بالنسبة الدقلة ونقول لك حاجة ولا بش نجيو مرة أخرى في اللي سيريال الاحتكار معناها تلقى زوز ولا ثلاثة معناها هما المحتاكرين القطاع هذية واللي فينا المو في المتلاب بمعنى وأنه اليوم استيقالة فما استيقالة وتخلي الدولة والحكومة على دورها في أنه في المتلاب الفعل تقوم بالإصلاحات اللي معناها فما عنوين كبيرة أو كلك حاجة شوف هما تعرف فهش فالحين فالحين بش يحكيوا على البي بي بي ومش قادرين عليه روان كلك خطر يحتاج بالمتلاب كبيرة ويحتاج قوة ويحتاج ناس في المتلاب معناها مؤمنة اللي بش ناجم لتعمل حاجة يحتاج ناس مؤمنة باقتصاد السوق ودور اقتصاد السوق في خلق الثروة ودور القضايا في تونس الاقتصاد السوق وناجم يكون ممكن فاسدين وناجم يكون متهربين وناجم يكون تهريب وناجم يكون كان�ليات اللي تفسد استقالة لاحكمة الحبيب السيد في حل أمهات القضايا في تونس الأجتماعية والاقتصادية وخاصة كذلك السياسية والتنموية نرجع لك ونعطي الكلمة سي محمد رجاء فرحات بعد هذا الفاصل الشهري سلم نجي بعد أسبوعين نحتفل بعيد الثورة بالعيد الخامس السادس للثورة وبالستة حكومات التي توالت على الحكم منذ فرار المخلوع حكومة الغنوشي حكومة سلباجي حكومة الجبالي حكومة العريض حكومة الهدي جمعة وحكومة الصيد مؤخرا والبيت على حاله كنت تذكر أنت في استحالة تعديل السوق بقوانين بمؤسسات بأليات اللي موجودة في السوق السوائدية ولا في السوق الدنماركية اليوم عجز نوام العجز زي عندك معنها مؤسسات تجمع فيها نقابات الفلاحين نقابات المنجين نقابات الموردين نقابات المصد بحيث باش تخلقها كالتوازن اللي يربح منها الحريف اللي يربح منها المواطن العادي باش يشري يترت لحليب بأرخص الأسواب باش يوكل عيلته ولا منتج لحليب باش يبيحها بأحسن سوم باش يرجع المصاريخ بتاعه المشاكل تتراكم نشوفه فيها في الصحة العمومية نشوفه في التربية نشوفه في خاصة تزيد زيد على ما تزيد تزيد في مشاكل الأمن ومشاكل الرهاب ومشاكل النقد مشاكل الدينار التونسي الذي تتدنى قيمته يوما بعد يوم اسمعتوا بالصرف متاع الدينار قد اشتاح قدم اليورو وقد اشتاح قدم الدولار يعني وارداتنا أصبحت أغلى بالنسبة لصناعتنا بالنسبة للمواطن في حاجياته الغذائية الأساسية وغيرها انتوما كمراقبين محظوظين لأنك في مجلس نواب الشعب وتوليت رئاسة لجنة المالية ما هي الشروط التي تنقصنا حتى تكون لنا حكومة لها مصدقية في هذا البلد ونحن على أبواب التحرير الوزاري وما أدراك ما التحوير الوزاري معها لحبيب الصيد أو مدون لحبيب الصيد فضل سلمش شكرا لك هو صحيحة نحن معناها تقابلنا اليوم يعني ذكرى 14 جانفي لكن كان بودنا كنا نحب أنه نحتفل به كعيد معناها نحتفل نحتفل لأنه نكون في ظروف من الفرح وظروف معناها من الأمل وظروف معناها من اللي تسمحنا معناها باش نكون في حالة حالة من السعادة معناها باش نكون عيد لكن للأسف هو أحياء ذكرى إلى حد الآن أحياء ذكرى ذكرى كبيرة عزيزة علينا اللي معناها عبر فيها شعبنا على قدرته معناها روح العطاء وعلى قدرته على التضحية وكذلك على سلميته ومدنيته لأنه ثورته قام بها معناها درجة عالية من السلمية والمدنية معناها اللي خلت يعني ثور هذه في تاخذ معناها مستوى عالمي معناها مستوى كبير ياسر معناها واللي حتى التونس زادة في وضع معناها باهي ومحترم توجاه معناها يعني بقية البردان لكن الحصيلة الآن بعد خمسة سنين حصيلة ثقيلة ما هيش متاع احتفال معناها بصراحة مش تعيد لكن ماذا ما ينفيش هو أنه الأمل موجود روح نحن ما ننجموش معناها التونس وكلنا والسياسيين وكذلك ما ننجموش نعيشه إلا بالأمل والأمل روح معناها يعني دافع للناس كل يخلينا نعيش ويخلينا في نتقدم يخلينا ننلوجه على الحلول لكن معناها اليوم معناش برش على يعني العملية اللي مشاو ضحيتها معناها أبنائنا من الحرس الرئاسي وكيف كيف فهمتي الله معناها شهدائنا من الأمن الوطني وشهدائنا من الحرس وشهدائنا من الجيش الوطني وشهدائنا من المدنيين وشهدائنا فهمتي الله معناها من زعماء حزاب سياسية شهيد شكري بلعيد محمد براهمي ومعناها يعني الحصيلة معناها كبيرة موجعة موجعة للتونس لأنه أثرها كبيرة ذلك هو تدهور مقدر الشرائي المواطنة حتى حد ما ينكر والحصيلة هو في انتلاه مزيد من ترعرع منظومة الفساد والإفساد اللي الناس كلها عرفها حتى المؤشرات معناها يعني الداخلية والعالمية الدول على ذلك اللي فيها في انتلاه معناها ارتفاع معناها عدد المعطلين على العمل مفماش معناها الحلول من أجل استيعاب الطلب المتزيد للشغل هذه الحصيلة الحصيلة هو معناها التساق أكثر الآن منظومة الفساد بمعناها الأحزاب السياسية النافذة واللي هذه معناها تشكل اخترر كبير رياسة على الديمقراطية وعلى معناها المرحلة القادمة نوضح النقطة ديلة وكانت اسمح سلمون شي التساق بارونات الفساد ببعض الأحزاب الحاكمة والنافذة لأنه شوف إلى حد الآن ما زلنا فكل العلاقة أنه هي فهمة علاقة عادية معناها نوعا ما توجد ما بين ما بين الاقتصاديين المدخلين الاقتصاديين يحتاجوا إلى سياسيين من أجل تمرير مشاريع كذا والسياسيين يحتاجوا إلى معناها معناها خرجنا من منظومة الفساد منظومة الفساد مباشرة لوجة أحزاب تتساق بها بدأت بالنهضة ونهضة معناها تعاطت مع منظومة الفساد معناها رسكلت شكون فيها من السياسيين تجمعين دخلوا للنهضة تعرفوا اللي معناها شعارة ذاك صحة النهضة صحة اللحية تجمع في منظومة الله معناها كان كبير ياسر معناها ومعروف وأنه العديد من يعني المناظلين بتاع التجمع في القيادات الوسطى وأكثر منها شوية في منظومة الله معناها دخلوا للتجمع معناها ومسوصون كونفيرتي غاديك كيف كيف من بعد ها هذا نحكي لك عن مستوى سياسي معناها ومش التجمع ومفرق فما فمتلا التجمع اللي معناها اللي مربوطين بالفساد فما التجمع اللي تركها أخذها كارتا وعطاها وكذا تجمع اليوم دونك لا هذوم فمتلا معناها رسكتهم النهضة ومبعد كيف كيف فمتلا معناها يتم رسكتهم من طرف النداء و الفساد المالي كيف كيف فرسكتهم النهضة ومبعد فمتلا يتم رسكتهم من طرف النداء وهذوم يلتسقوا بهذه الأحزاب من أجل أن ينجموا لأنه مسألة حياتية بالنسبة لهم وما نجموش يعيشوا خارج غيطاء سياسي وخارج ضمانات سياسية تحفظ لهم المصالح متاحهم وتحفظ لهم معناها هذا الكيان ولعل قانون مسالحة اللي قام به رئيس الجمهورية خير دليل على ذلك على أنه فمتلا معناها موجود شكون أمبارا كبير لهؤلاء اللي هو فمتلا معناها رئيس الجمهورية من خلال معناها قانون المصارحة الاقتصادية والمالية اللي نحب نقوله هو اليوم البلان نيغاتيف معناها الحصيلة سلبية بعد خمسة سنين معناش حصيلة إيجابية جميع الموش دكور دول الله في كل المساويات ماناش نقعد نفصل خطر الحكومة ذي سويله سي رجاي عفوا يقول لك وانو شون الشروط اللي زمها تتوفر على الأقل نحكي ولا الحكومة الحالية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه هات نحكي نحس كلامك باقي شوية مش ديبلوماسي ولكن لو كان اليوم سي رجاي يقول لك شون الحقائب الوزرية لازمها تتبدل شكون الوزر اللي يزم يجيل شون البروفيل متاعهم لازم يكون ها بشو قل لك حاجة ها بشو قل لك كان بروفيل جلوبال اللي قلت هي برشا مرات أنو الحكومات اللي جوا بعد الثورة ما عندهم مش علاقة بالثورة إلا أنهم جوا بعد الثورة هذه علاقتهم بالثورة معنى وأنو نحن نحتاج إلى حكومات ثورية حكومة ثورية ما معنى حكومة ثورية حكومة تجرؤ على أن تقوم بإصلاحات حكومة جريئة عندهم الإرادة السياسية أنها تقوم الفساد مش تتعطى معها توعى عنا قوانين حاضرة قانون المبلغين على الفساد معناها حماية المبلغين قانون المتعلق بمعناها التصريح المكاسب موجود قانون المتعلق بالثراء الغير المشروع موجود دا كوردو اللي والحكومة ما تعمل حد شي هيئة مكافحة الفساد اللي رأسها سلع النبي مهمشة تماما ما عندها الشامبيو جي بش تخدم ياخد مفايا زوس توكلها ماذا تقوم في الفساد وما عندك ش هيئة ما عندك ش حد شي ما عندك ش وزارة عندك مدير مدير عام كانت عنا وزارة مع الترويكا مع الاضغب من بعد كداب الدولة ومن بعد مدير عام شنو هذي بش تقوم فيه الفساد بالفاتحة هيكة معناها تصباحة تقوم بش تقوم الفساد مو يلزم مؤسسات ويلزم قوانين ويلزم إصلاحات هكا ولا ما فهم حد شي دونك هذو ما فهمتي ما عندهم شي نية لمقامة الفساد ونزيد نلقى حاجة أخرى نلقى قانون يكرس الفساد قانون مصالحة للاقصادية والمالي سيكواسا قانون يكرس الفساد هاوك المحكمة فهمتي عطاتهم معناها كف هيئة دستورية القوانين قاتلها فهمتي الله معناها الفصل الاربع وستين ميت لأمش كذا ويكرس فهمتي الله معناها منظمة الفساد والفساد الفصل الاربع وستين قالت لهم يكرس الغش والتهرب الفروت الفيسكال مش حاجة أخرى الغش والتهرب مش معناها معناها ما هو شي نية ونمشين ونمشين معناها ماشين ثورة أخرى ماشين تقولوا يا ناس ثورة لنا مرة أخرى معناها طيحوا السيستام ونعودوا من المجديد ماشيش هذائي نحن نحبه ديمقراطية دائما مؤسسات وكذا 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 لكن الحكومات هذه يزمها 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 تكون ثورية يزمها تكون جارئة ويزم تكون عندها الإرادة السياسية لتحقيق الأصلحات ما هيش عندها إملاءات تسنى باش تعمل لي فيمتي قانون المزاح هات أنا أعطيك مثلا أراضي الدولية فيمتي لابور وملوحة وما هيش مستثمرة ما هيش مستثمرة والمعاطلين على العمل فيمتي اللي معناها بالمئات الالاف عندك عندك 6000 كتار ما هوش مستثمر بربي حول ها الأراضي في لاحية ما تنجمش توزحها من المقاسم في لاحية للمعناها أصحاب شهاد واحد وإلا المعاطلين على العمل مش هيستتمروها شروط معينة ودي كريتير معينة وكذا سمحني في النقطة هذي بالذات إذنها تم الناس كل هنا في الوطن القبلي وفي كل مناطق الجمهورية لكلها تمها لكنها لقع اجتماع الاتحاد الفلاحين برشة الفلاحين الدخل من كبار الفلاحين مالكي ضيعات الشاسعة وصغار الفلاحين الموجودين وهم الكثرة وهم الأغربين ياسيدي النقطة الأساسية السياسين اللي عجبتني ياسر اللي تناولوها هي تحليل اقتصادي للفلاحة التنسية ما هي الفلاحة التنسية هي نصف مليون موت الشغل نصف مليون عائلة وما أدراك نصف مليون عائلة معناها حاجة كبيرة والتحليل المالي والاقتصادي للفلاحة التنسية يقولك الفلاحة التنسية مش لازم تلوجه على جدوى الاستثمارات في الفلاحة التنسية مش لازم تلوجه على مردودية الاستثمارات اللغة الاقتصادية المالية المعروفة الكلاسيكية اللي تتقرأها في معاهد التصرف رهي الله ما كان لها في الفلاحة الفلاحة لها دور اجتماعي وبشري واقتصادي حيوي هي الانتاج ولكن يجب دعمها علاش لا لشيء الا للحفاظ على كالموارد البشرية بتاع الفلاحة التونسية كالشباب العزيز علينا على اراضي اجداده باش ما يخرجش باش ما يمشيش للنزوح يلزمنا صندوق اليوم لتمويل المشاريع الاقتصادية الناجعة على محالة لكن دائما فيها نسبة مئوية من الدعم المالي العمومي لاقرار كالشعب الفلاحي الكل على اراضيه ماذا قولك انت في هال الاشكالية هذية معناها نعطيك رقم وانت هاوك معناها على اساس وتناجم تستشفى الاجابة فالس في فرانس المانوير فالس اعطى دعم دعم للفلاحة 3 مليار يورو دعم اذا يباش يمشي في شكل معناها منح للفلاحين العديد من البضائع اللي معناها نستوردوه نستوردوه عليش نستوردوه على خطر ارخص من البضائع اللي عن عليش ارخص من البضائع اللي عن لانها مدعمة هي مدعمة في بلدان مدعمة في اوروبا مدعمة في اوروبا وحنا ما ندعمه هاش هنا بذب ايوه تفهم فيها ولا وتزاحم في البضائع متاعنا بما فيها لاختر متاع لالي كانت اللي عننا طوى في انتت معناها ولي مش يحل فلاح منتاعنا على الفلاحة الاجنبية في وضع المنافسة المنافسة معناها الاجنبية والانتاج الفلاحي فماش تكافل بين امليات الدعم الاوروبية في الانتحاد الاوروبي معناها فهي حاجة قلتها مهمة ياسر هو احيانا ننشأ المؤثر الاقتصادية مش بغاية الربح والربح الاقصى النجم ننشأ المؤثر الاقتصادية على اساس وانه تربح شوي تقد عايشة لكن الوظيفة الاساسية هي وظيفة اجتماعية مواطن الشغل وربط الناس بمعناها المناطق اللي هما فيها لانه اليوم نعطي مثلا جيهة كما جيهة جندوبة جيهة جندوبة في النمو الديمغرافي نقص معناها من 2010 نقص 16000 ساكل عليه نزوح لانه فما معناها توجه نحو نزوح فماش ما شد الناس ليه معناها للعمل للظروف العيش وهذا هي مشكلة كبيرة ياسر بمعنى وانه اليوم الافلاحة كما تقول انت عندها وظيفة اجتماعية اول شي هو قطاع مشغل معناها عنده يعني نسبة تشغيل باهية نسبة تشغيل باهية طاقة تشغيلية ومعناها مرتفعة هو قطاع اللي عنده اسهامه الكبير في الناتج القومي الخام الوطني الخام هو قطاع اللي بروموتور معناه هو يعد نجم معناها الامكانيات وأنه تطوره موجودة عندما معناها تمشي في عصرانة الفلاحة في أنك فنتي إلا معناها تطور الفلاحة في أنه نوع الفلاحة المنتوج الفلاحي يبدا من المنتوج البيروجي معناها إلى البيو معناها في المنتوج اللي ينجم يعطيك معناها معناها إن بروديكشون إكسبسونال في معناها إن كونتتين إكسبسونال في اللحظة الصحراوية الأولات ليروشارش لسنكم سيزن في موجودة في حتى تطور عنا في الطبقات المائية الساخنة هذه اللي موجودة في الجنوب في غيرها جميع الأبواك لذلك لا شوف معناها سيبرية معناها الفلاحة معناها السيطان سكتور اللي ضروري يكون قطاع اللي الدولة تنتبه له واللي توجهه طاقات كبيرة وممكنية كبيرة وموارد كبيرة معناها وتوجه سياسي فما فمتي معناها توجه من أجل وأن القطاع هذايا يكون قطاع كبير ويكون قطاع معناها يعني يجر قطاعات أخرى ويدفع كذلك معناها قطاعات أخرى بمعنى وأنه بهم تجي مش يقول هو القطاع اللي بشير تكز عليه معناها مجموعة لفهمتي لا معناها الاقتصاد وكذا لكن سيطان سكتور اللي يجب تعمل فيه الاصلاحات اللازمة في كل معناها المجالات اللي تخليه بالفعل معناها ياخر الموقع الطبيعي المستمعين المستمعات دائما رنسنا حطمنا الأرقام القياسية في بيع زيت الزيتون في العالم مما در مبالغ تفوت المليار وستمائة مليون دينار للاقتصاد الوطني وللمنتجين ذا لي كان ذاكرو سيسلين مشاكل لبعض دقائق اسألتني بكري معناها عنا شوية واقت أمازالا عنا تقريب ستة سبعة دقائق الوقت يمر بسرعة معاك جوست بكري كتلي على حكومة كتلي تحكومة معناها تبدل وكذا شوف معناها توا أول شيء فما حاجات الي معناها مايش معقول نحنا اسمعنا أنه فما تحوير حكومي توا عنده على كل شهري عندك وزارة عدل وهذا أمر غير طبيعي لأنه لو قعب الضبط هو منذ الإعلان عليها والحكومة ولا تابلاء ولا تصريف أعمال الوزراء الكل قاعدين يتفرجوا يسنوا وشكو مش تبدلش وشكون يخدم وشكو ما يخدمش وكيفاش يخدم وكيفاش ما يخدمش وشكو شعمش ما يعملش معناها الإعلان على تحوير وزاري ويطول إجراء سيء ما يجيش مش معقول خاطر تحول فيه المؤسس الدولة كلها إلى معناها تحط أبوامور معناها تبدأ تمشي معناها وكأنه باش نكمله وكل واحد مروح لروح داكوردو يبدأ يجد في الدوسياد متاعه وقرطس فيه معناها الكراد المتاعه باش يمشي داكوردو هذه من ناحية من ناحية أخرى تغيير الحكومة معناها شنين نحبه منه شنين نحبه منه نحبه منه باش نقوله أغير الحكومة ولا نحبه منه باش يعطينا انتقال العمل الحكومي لانوتبالي معناها درجة أخرى من العمل ومن الفيتاس ومن فهمته لانوتورريت دونك في هذا شي لزمنا نحن هذي حكومة مازال معنديش برنامش مازالت معنديش وثيقة توجيهية تكلموا توي يقول لك وثيقة منوالتاني ما معنديش داكوردو عام بعد معناها الانتخاب لتعلى الحكومة ما زلنا فهمته الله معناها نعملو بخلافة دي مشاكل الحزاب ما غير ما نحكيه على مشاكل الحزاب وتأثيرها على العمل الحكومي وانت يعطيني وانا نعطيك وخد غادي واني شرابي وطول حسين فهمته الله ونعرف معناها طول نحن نحكيه فما جوانب أخرين أخرى من نجموش نحكيه عليها ما جيش معناها فهمته الله اليوم باش باش تغير الحكومة أنا في رأيي تغيرها باش تعطينا وضع آخر الوضع آخر من نجمي يكون في رأيي إلا بالعنامين الكبرى اللي تحب تعملها فما عنامين كبرى فما مقاومة الفساد فما مقاومة البطالة اليوم تقول للشباب رأوا فيمت الأراضي الفلاحية هذية اللي مايش مستثمرة رأيي باش نوزحها للمعاطلين على العمل رأوا باش نحل بيها توا مدة ستة شر قدام خمسين ألف موطن شغل وهذا ممكن داكور دول الله طبعا طبعا داكور دول الله معناها رأوا باش حل بيها خمسين ألف موطن شغل رأوا بالنسبة لي أنا بنك الجهات باش يولي واقع رأوا سندوق لإستثمار جهوية مسألة ضرورية باش تحل مشكلة التمويل في الجهات رأوا معناها إعطاء البلديات التمويلات اللي باش تمكنها من ممارسة صراحيتها جديدة في إطار التصور للامركزية الحقيقية والأقاليم مش جديدة داكور دو الله هاي هذي باش نحطها تاو في قانون ماليوين ماش موجودة وقتها باش تعملها اللي ذكر القانون ماليوين الوقت هذا علما باش نقول حاجة باش نقول حاجة مهمة رأوا ألفين وسبعتاش نقرض ذك سيء الذكر هاي اللي يفتخروا به معناها الترويكا واللي هو في متل ما يوني الشيانس معناها يخلص إن فينية واحدة الشيانس واحدة ألف مليار من المليمات داكور دو باشي هذي وحده داكور دو بمعنى وأنه فينو سبعتاش تقريبا أربع ألف مليار تقريبا في عام سبعتاش دفوعات الفينو سبعتاش مش كون عام صعيب دفوعات القروض إذا ألفين وستاش ما تكونش معناها فيها وإذا ما فيهاش في متل معناها يعني نضع معناها نتحكم في المعادلات المالية الكبيرة وإذا ما نتحكموش في العجز تعالى الميزانية والعجز التجاري وميزان الدفوعات وما نقوموش معناها بنتهيقو لألفين وسبعتاش لألفين وسبعتاش بشكون أصعب من ألفين وستاش إذاك علاش نقول لك راهوا بالنسبة نحن نحتاجوا إلى حكومة عمل تعطي هي هي يحسوها الناس المواطنين بأنه نحن معاملين على رواحنا على جهدنا على عملنا وراهوا التوانسة ينجموا بالعمل متاحهم وبالجهد متاحهم يوصلوا وراهوا قادرين على أنهم يخرجوا من الوضع الاقتصادي هذية ما تنجمش تعطيها الحكومة نقول لك عليها شوفهم حلول لأنه تكون الحكومة بالفعل مقنعة تنجم تهز شعبها إلى حلول كبيرة ياسر وأنا نذكر في العديد من بلدان قاموا في حكومات وقت اللي معناها دعاوا شعبهم لأنهم يخدموا بعمل تطوعي يوم لأثبات ويوم لحدات من أجل وأنه ينهضوا ببلادهم وما يعملوش فهمة اللي ما يمدوش يديهم للخارج ويكونوا قادرين على أن فهمت الله يمولوا اقتصادهم ويخلقوا الثروة معناها عطاوا فهمت الله واستجابوا لكن الحكومة هذه وقت اللي تلقى فهمت الله واحد معناها مغادي ويسمي فيه الآخر وقوانين فهمت الله معناها اللي ما عندهاش سيلة معناها بمصلحة المواطن كيف يحبوا المواطن فهمت اللي يتبع اليوم نحن مطالبين بأن نعطيه صدمة إيجابية مش في مستوى الحكومة بدللي فلان بفلان صدمة إيجابية في أداء الحكومة ذاتها في أن حكومة معاملة على روحها مش هارو كله في ممتين الله ماشي للتدين ولي بيش يخلصوا المواطن نخدموا على روحنا نجموا نخدموا على روحنا والنجموا ونحتاجوش للديون الأجنبية والعديد من بلدان في العالم اليوم ما هيش محتاجة للديون الأجنبية وضح لأنه معاملة على الذراع متاحها وعلى أبناها وعلى الشباب هون كلك حاجة خليل المجال لي أنو بشكلك حاجة واحدة حكومة هذه متخلية تماما على الشباب ألوركو الشباب في مرحلتنا هذه هو القوة المحركة لأي إمكانية متاع تغيير حقيقة وضح برشة آسلة ملاحظات جات من عند عدد من المستمعين أهم سؤال تقريب إدخال لي كنتي سلمونجي وأنه بناء على المواقف متاعك حركة النهضة بناء على التعاليق تصريحات متاعك وأنه حركة النهضة مسؤولة ما بينظفرين يقولون لك على الخراب هذي السؤال هو هل تعتبروا أنه عدم وجود النهضة في الحكم أو حتى في المشهد أسياسي ككل هو مفتاح نجاح تونس نعم نعم النهضة ما هيش عامل متاع حل تونس أخذ مزال لها مزال لها علش قتل يزمها أول شيء تتونس يزمها تتحول إلى حزب مدني حقيقي هذا ما يقولوها القيادات متاح تحول إلى حزب مدني حقيقي الحركة بصراحة أنا يقول لك حاجة أنا تو شفت الوزراء متاح ما معانا في المجلس ما معانا في المجلس وكان وزراء شلو الكفاءة اللي عندهم معناها ولتوا مزال وكان بش يرجع يحكو متو يرجع وما يحكو عندك أصحاب من نغضة سيموجي عندك أصحاب في البر المرة وكساعات عندك أصحابي عندك أصحابي كما سيستاد أخشور وكما سيحبيب اللوس لا لا مش أصحابي لا لا مش أصحابي ما وصلناش صراح ما نجمش يكون أصحابي تنو المصالحة سياسية هذوكم في المتيلة معناها ما ربطتني بهم حتى صيلة ساعة بالعمل ما توجدناش معناها في احتكاك باش نجموا يكونوا أصحاب معناها وتتتتتتطور هنا في نيتي هكذا واحد أول شي فيني الشي هذو مناس متشدين هذو هذو مناس تكفيريين راه دكوردو أرجو على خطاباتهم أرجو على المجلس الوطني التنسيسي أرجو على صدق شروف المجلس الوطني التنسيسي كان يدافع على أنصار الشريعة بشكل واضح يدافعو على أنصار الشريعة سلمونجي وكان يحذر وكان معناها يجتمع معهم في كل شماعاتهم كان يحذر سلمونجي هذا كل مفهموش الزلزال اللي واقع في العالم العربي ضد الإخوان المسلمين وضد الإسلام السياسي عشر ثواني معناها صعيب لأنه فما هذا يطلب معناها أجيال الجيل الحالي حركة النهضة ما هوش ففورابل يقع معناها تغير إيجابي في الاتجاه مراجعة حقيقية لكن إن شاء الله بالديمقراطية والحرية نوصلوا في إمكانناها جيل آخر من القيادات اللي عندهم تكون تطفيها تغير معه شكرا لك سيمونجي الرحوي القيادي بالجبهة الشعبية على تلبية داوية تقصح له نحن في الحمامات نجم طعم الفتور قهوة رأس غلة شكرا للمستمعين شكرا للمستمعين الكلماليك